السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو لقيت رجل واحدة او قدم واحدة او مفصل كاحل واحد وارم ايه الاسباب اللي ممكن تسبب تورم في رجل واحدة او مفصل كاحل واحد في الفيديو ده هقولك على اهم الاسباب اللي ممكن تسبب تورم في رجل واحدة بس او مفصل كاحل واحد من اهم الاسباب دي حدوس التواء للكاحل او كدمة في القدم وفي الحالة دي بيكون المريض بيقولك انه وقع او مفصل الكاحل تلوى منه هو بيلعب او هو بيجري أو حاجة وقعت على رجله يعني فيه قصة إصابة للقدم أو الكاحل تاني حاجة مشكلة في الجهاز اللي انفاءه في الطرف السفلي وفي الحالة دي بيكون التورم شديد وبياخد القدم والكاحل والساق كلها تالت حاجة مشكلة في الدورة الدموية الطرفية في الحالة اللي زي دي بيكون المريد بيشتك من برودة في القدم تغير لون القدم لللون الأزرق وكمان في بطء في التأم الجروح رابح حاجة ممكن الحمل برضو يعمل تورم في قدم واحد أو كاحل واحد وخصوصا في الشهور الأخيرة من الحمل نتيجة ضغط رأس الجنين في أحد جانب الحوت خامس حاجة ممكن زيادة الوزن لأن زيادة الوزن بتأثر على الدورة الدموية بالسلب سابس حاجة الوقوف لفترات طويلة مرتكز على قدم واحدة سابع حاجة قصور في الأوردات الطرفية تامن حاجة النقرس والتهاب المفاصل وفي الحالة دي بيكون المفصل صخن ومتورم وصعب جدا أنه يتحرك أو يمشي عليه تاسع حاجة حدوث جلطة وردية في منطقة الساك وده بيكون مع ألم شديد جدا وتورم مع حمرار في الجلد عاشة حاجة ممكن يكون بسبب جراحات سابقة قبل كده في منطقة الركبة أو الكاحل أو القدم ممكن برضو بسبب مشاكل في الكلا ممكن برضو بسبب بعض الأدوية زي مضادات الاكتئاب أو الأدوية اللي بتستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم زي حاصرات قنوات الكالسيوم برضو الأدوية الهرمونية زي حبوب منع الحمل والأستروجين والبروجستيرون والتستيرون لأن الأدوية دي بتقلل كفاءة الدورة الدموية لأنها بتزود من كسافة الدم كمان لو فيه التابات بسبب إصابات حد أو مزمنة زي تمزق في وطر العرقوب كسور بالساق اليسرى مشاكل في العمود الفقري برضو من الحاجات اللي ممكن تعمل تورم في رجل واحد أو قدم واحد أو كاحل واحد التغيرات الهرمونية في الجسم وتزبزب مستويات الاستروجين والبروجستيرون آخر حاجة مشاكل في القلب والكبت دي أهم الأسباب اللي ممكن تسبب تورم في رجل واحد أو قدم واحد أو كاحل واحد بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك اعمل شير وعمل لايك للفيديو وخلي ناس ثانية تستفاد بالمعلومة اللي فيه بتمنى لكم الصحة والعافية كان معاكم دكتور طريق تركي استشارك راحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وآخر دعوان عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته